اكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل سيد جميل بن محمد الحميدان لدى ترأسه الاجتماع الاول لمجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل بعد اعادة التشكيل اكد ان سوق العمل امام مرحلة مهمة ودقيقة تتطلب مزيدا من العمل لتعزيز البيئة الاستثمارية واستمرار ريادة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار واتخاذ خطوات لتعزيز مكانة المملكة الدولية وقدرتها على استقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية القادرة على دفع العجلة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين مشيرا الى ان الثقة الملكية السامية تضع المجلس امام مسئوليات ومتطلبات لتحقيق الرؤية الملكية في ترسيخ مبادئ المملكة لسوق عمل منتج يرتكز على الاستدامة والعدالة والتنافسية مهنئا الجميع بالثقة الملكية السامية واكد احمدان ان توجيهات وتطلعات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي التي تحدد اولويات ومشاريع عمل الهيئة لمواجهة التحديات المحيطة بسوق العمل في المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر